خد العنوان العريض ده الاهلي يجهز عقدا جديدا لمحمد الشناوي قائد الفريق والحارس المتميز ليصبح اغلى عقد او اعلى عقد في تاريخ النادي الاهلي للاعب محلي للاعب محلي يعني اصلي لاعب موجود مصري مش محترف من الخارج بتكليف من الكابتن محمود الخطيب سيعقد امير توفيق جلسة قريبا جدا مع القائد محمد الشناوي الحارس الكبير جدا جدا للاتفاق على تمديد عقد الشناوي خلال الفترة اللي جاية بعقد كبير اوي ما حصلش في تاريخ النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي وللامانة يستحق 100% 100% شخصية الاهلي في الشناوي يعني الشخصية بتاعت النادي الاهلي متوفرة في الشناوي للامانة يعني تمام؟ وعشان اقول لك بمنطقة الوضوح النادي الاهلي بيعد الشناوي ككادر اداري وقت ما يقول لك انا خلاص اكتفت لعب انا هعتزل اول ما يبطل هو كادر اداري هيمسك منصب في النادي الاهلي ده اللي مخطط ليه النادي الاهلي وشناوي على علم بكده وكل هذه الامور لكن في المرحلة الحالية دي مرحلة طبعا سابقة الاوانة لكن مرحلة الحالية هو حارس كبير اوي في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ النادي الاهلي فانا بقول لحضرتك برضو خبر خبر قريبا جدا جلسة من امير توفيق مندير ادارة التعاقدات ومحمد الشناوي قائد الفريق وحارس النادي الاهلي لتجديد عقده بناء على تعليمات من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بنفسه وتقديرا لمشوار الشناوي ولمجهوده الكبير جدا جدا وعطائه الرائع مع النادي الاهلي على مدار تاريخه ولتقديرا للتضحيات الكتيرة اللي ضحى بيها محمد الشناوي واعتقد الشناوي اتكلم فيها في لقاء تلفزيوني بالامس تمام فده بخصوص محمد الشناوي اخر حاجة حفل الدوري سألنا في النادي الاهلي موقف الاحتفال بدرع الدوري هيكون امتى فين قالوا ده امر لا يتعلق بنا احنا ما عندناش اي مشكلة في اي حاجة الامر ده بيخص الربطة بالتنصيق مع الشركة الرعية اول ما يتفقوا هيبلغونا وحننصق المعاد مع بعض وما فيش اي مشكلة خالص في معاد بالمناسبة مكترح تمام اتنين تسعة المشكلة في المعاد ده انه هيصطدم بمعسكر المنتخب تمام هل يتم تسليم درع الدوري في العالمين او في غير العالمين بدون حتى الدوليين لان ما اكثرهم طبعا من النادي الاهلي لا طبعا الموضوع هيكون صعب شوي لكن خلينا ننتظر ونرى يعني